بلغ بها التعفن والاهتراء إلى درجة لا تستطيع فيها أن تثبت على شخصية تكون واجهتها السياسية تلك هي الأحزاب في مسيرتها السياسية الممتدة لنحو 17 عاما والتي تواجه اليوم أكبر تحدي شعبي يريد إزالتها بتظاهرات ثورة تشرين استقال عادل عبد المهدي أو أقيل كذلك خلافه محمد علاوي واجه المصير ذاته كل ذلك حدث وثورة تشرين لم تنهي بعد نصف سنة من عمرها تداعيات هذه الأحداث تشير إلى أزمة عميقة ضاربة في جذور العملية السياسية حيث أدخلها الضغط الشعبي في حالة إرباك لم تكشف عن فسادها ودموياتها فحسب بل عن هشاشة حلف المصالح بين الشركاء اختلاف بين الكتل بدأ يطفو على كل المستويات فصارت تتصارع على أصغر المناصب كل منها مستند إلى ذراع مسلح تمثله الميليشيات يزداد المشهد تعقيدا تبعا لتعقد الوضع الإقليمي واستداد حدة التجاذبات بين أمريكا وإيران خصوصا في ظل الانكسارات التي تتلقاها الأخيرة على المستوى الخارجي والداخلي فسياسة الموازنة بين الاحتلالين لم تعد مجدية وضغط الشارع يتصاعد مبعوثا بوعي شعبي عميق بوصول العملية السياسية إلى حد الانهيار هذا الانهيار تدركه المنظومة الحاكمة وتعرف أن مرحلة ما بعد عام 2003 انتهت عمليا لكن جرائمها وفسادها على مدى سنوات يمنعها من الاعتراف للشعب بحقيقة الفشل والتنحي عن السلطة لذلك اختارت طريق التشبث بالسلطة حتى النهاية ويترتب على ذلك مزيد من القمع والتوحش في مواجهة الثورة في المقابل اختار المتظاهرون طريق الثورة حتى النهاية لأنهم يدركون أن نصف الثورة انتحار والسبيل الوحيد هو الاستمرار إلى أن يصل العراق إلى شاطئ الحرية والأمان